السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديد و سامودي هذا النهاية ان شاء الله نقدموح الحلقة خاصة بالتهاب العرقوب هو في حقيقة دوا يعني في المنطقة دينا كيستعملوه بزاف وبغيت نشارككم اياه هو دوا بسيط سهل كما تعرفو ارتهاب العرقوب كيجي من من التقل يعني الى كان الارنب ايني سمين بزاف ممكن انه يجي ارتهاب العرقوب اه ارتهاب العرقوب هو واحد الجروح كتجي على موسانوه مع اندي شهد الحالة ولكن حاولت انني غادي نفسرلكم كيفش تتعملوه مع ارتهاب أمه هو التهاب العرقوب. التهاب العرقوب بالدارجة كي تقول له واحد الأرنم معرقب. معرقب وهو الأرجل الخلفية دياله كيكونوا يعني فيهم واحد الجروح كي تنتق منهم يعني الشعر ديالهم وكيولدك الجروح بارز باين. إذن هذا الجروح بالنسبة للأنثة ما كتكونش مزيانة لأنها ما كتقش مراقبة الصغار ديالها ما كتولدش مزيان كتكون ديما فيها الحرارة يعني في الجسم ديالها. بالنسبة للدكار ما كيبقاش يلقح لأن الدكار كيبقى يطلع فوق الأنثى. من يكيبغي يطلع ويقوم بالعملية التزاوج دياله أنه كيدروا هذوك الجروح اللي عنده في الأرجل الخلفية دياله. وبالتالي أنه ما كيلقاش. إذن يعني الناس اللي بغوا دواء معروفة بلو دو ميتيلان. واحد رشاشة زرقة. الناس اللي ما عندهمش إمكانيات. أنا ديما كان هدل فات المشاريع ديالي مع الناس الفقارة. اللي ما عندهمش اللي بغين يطلعوا هاد الآرانيب ديالهم يعني بوحد طريقة يعني بسيطة ويربحوا منهم. لما لا. إذن كين الناس اللي غدي بقوا يديروا يعني غيل يعني نقولوا مثلا دماضات مثلا غدي يشد هذوك الجرح. ويدلوا واحد فاصمة مثلا. ويخلي هذوك جرح تيبره على خاطر. هذه القادية تهي كين. ولكن الناس كيفاش يستعملوا هناك يستعملوا فازلين. عندما فازلين. فازلين العادية اللي كتدير في الرجلين ولا كتدير في ليدين. إما ديال الحماد ولا ديال الورد. دراكم عارفين انتما يا فازلين. رما كينين بزد ديالانواع. المهم انه سمو كيدير هاد فازلين. هاد هاد. هاد البوم الليونة. انتما شوفوا كيفاش داينا. كتخلي واحد الليونة في الجل في الجلد. هادي كي هنايا كيدهنوا بيها كيدهنوا بيها يعني الارجل يعني البلاصة ديال البلاصة فين كين الجرح. سمو كي وقع ان هادك الجرح اولا كي يولي ليين ما كي قصاح وكي بقيت جرح ديما. ثانيا انه كي يولي بعيد عن الهواء. ان الهواء وكذلك الجراتيم. تقولوا لي انتما لا ممكنش تكون بعيد على الجراتيم ولكن مني كي كي يولي ليين ليين كونوا متأكدين ان الهواء والبرد ممكن انه يكون يعني القفص ملوت. هاد فازلين هادي ارا مني كتديروها له هاداك الجرح. هاداك الجرح بحالي نقولو كي تصد. مني كي تصد الجرح كونوا متأكدين انه مع المدة كي يولي هاداك الجرح كتكون واحد طبقة ساميكة فوق منه. انه واحد سيدة جرب هاد القضية هادي. انا ما جربتاش ولكن بغيت نشاركه لانه هادا هاد العبو هادي كتدير خمسة درهم. ممكن انكم تديرو منها غيش ويراها عامرة كلها. شوفوا شوفوا الحجم ديلي تدي. يرى عامرة باكمالها. ممكن انكم تشريوها وقد ستعملوها ليكم وفي نفس الوقت تديروها للجرح ديال اللي كي يجيو على مستوى الارجل ديال الارانيو. كونوا متأكدين انه مع المدة كتديروها لغيش مرة تالتان بيوم تالت كتتحسوا بذيك الجرح بدك يلتائم. يعني هادي مجربة مرام داينينها كي هاضرين هنا كي يقولوا تليين يعني الجلد يعني هما داينها الرجلين داينينها ولكن الناس كيديروها حتى الجرح ديال الارانيو ديال التهاب العرقوم. اندا هادي حلقة يعني اي حاجة كنشوف الناس كيديروها يعني اللي ممكن انها تكون متاحة كنوريها لكم. هادي فازلين كديروها التهاب العرقوب لها صالحة مئة بالمئة رخيصة في الثمن ممكن انكم تستعملوها لكم. والان نبدي لكم. اذا ديال الحلقة ديالنا هاد نهار. كنشكركم على التعاليخ طيبة ديالكم. اه ناسي مازال ما شاركوش معانا. يشاركو معانا. تكيووا على زير جيم باش تساندونا وتكيووا على زير الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله. اشتركوا في القناة